ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة حيث استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحتوح بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحتوح كان معنا قبل قليل وتابع القصف الذي استهدف المنطقة التي استشهد فيها عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحتوح يفقد اليوم عددا من أفراد عائلته بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزله الزميل وائل الدحتوح كان على الهوى مباشرة قبل قليل وتابع بنفسه استهداف للمنطقة ثم اتضح بعد ذلك أن عددا من أفراد عائلته سشهدوا ترجمة نانسي قنقر